السلام عليكم. اهلا بكم في قناة فن الكروشي. انا النهاردة حبدأ اول درس في تعليم فن الكروشي. عندنا دلوقتي عشان عشان نبدأ شغل كروشي لازم ان نتعلم او نعرف ايه ادوات الكروشي في الاول. اول حاجة عندنا اللي هي الابرة بتاعة الكروشي. دي اشكال الابر. في اشكال طبعا كتيرة جدا موجودة في السوق. ديت بعض منها. دلوقتي عندنا وطبعا في الوان كتيرة جدا. وعندنا هنا الابرة. بيبقى هنا الملقاط بتاع الابرة اللي بيلقوا بيها الخيط. او بيسموها سنارة. علشان بتصطاد بيها الخيط. علشان نعمل بيها الغرس. وطبعا بيبقى مكتوب هنا درجة الابرة. لان احنا طبعا لازم بنجيب على كل على كل خيط لان في سمك الخيط كتيرة. فاحنا على كل على على حسب كل سمك من الخيط بنجيب مقاس الابرة. وطبعا عندنا دلوقتي اه ابرة اه التنظيف بتبقى مفتوحة شوية من هنا عشان نقدر ندخل منها الخيط. ونزبط الشغل بحيس يكون نظيف وجميل. وطبعا دولة دبوثين علشان ناخد بها مقاسات الغرس لما نيجي ان شاء الله في في الحلقات اللي بعد كده هنعمل الشغلو هننوروكو هنستخدموهم ازاقيا?